مصر محمد طالحة طبعا شكل ما قلنا ان انا عشان اقول ان انا هاضم اي زمن او ان انا عارف اي زمن لازم اكون عارف فيه خمس حاجات التكوين الاستخدام النافي السؤال وكمان المبني المجهول بس طبعا احنا خلينا المبني المجهول ليه شوية كمان لان هو مش علينا في الوقت الحالي تعال نشوف النهاردة ازاي بكون زمن المضارع المستمر وانقولت يا جماعة تكوين زمن يعني تكوين فعل لما قولك الزمن ده بيكون من ايه يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي طبعا ما قدرش اقول على اي زمن انه مستمر من غير ما يكون فيه فيرب تو بي وفعل فيه آي ان جي يعني اي زمن مستمر حيقابلنا بعد كده لازم هلاقي فيه الحاجتين دول فيرب تو بي وكمان الفعل اللي فيه آي ان جي طيب المضارع المستمر حيكون من ايه اللي حيكون من ام از ار بلا سيلفر بلاس اي ان جي يبعا هل هيب يكون من ام او از او ار زائد الفعل زائد اي ان جي على سبيل المسال لو انا قلت لك الجملة دي في زمن ايه هتقول ليه في زمن المضارع المستمر لما اجسألك ليه في زمن المضارع المستمر هتقول لي ليه في اي ان جي وقبله از طيب لو انا جبت لك جملة شكل دي وقلت لك يعني هو بيحب الاكل قلت لك يا ترى الجملة دي في زمن المضارع المستمر اكيد الناس الشطرة هتقول لي لا طبعا ليه مستر طبعا هنا الفعل فيه اي ان جي صحيح بس يا ترى هل قبله ام او از او ار هتقول لي لا خلاص ما اقدرش اقول على الزمن ده انه مضارع مستمر ابدا او اقول على الزمن ده انه مستمر طالما ما توفرش فيه م is or plus verb plus ing او verb to be plus verb ing يبقى زمن المضارع المستمر بيكون من م is or plus verb plus ing عارفين ان م بتيجي مع اي اس بتيجي مع هي ش ات او اي اس مفرد او بتيجي مع وي ذا يو او اي اس جمع يبقى انا لما اديك في الاختيالات اقول لك they are play playing plate football يبقى هنا لازم تقول لي playing ليا مستر playing اقول ليا عشان قبلها are وار بيجي وراها verb plus ing في المضارع المستمر طيب لما اقول لك he is eating ولا eat ولا eat sandwiches طبعا هنا لازم حتقول لي eating ليا مستر عشان is بيجي وراها verb plus ing مثال اخر لما ييجي وقول لي he are writing ويجي وقول لي يا ترى الجملة دي صح ولا غلط هنا لازم اقول له لأ الجملة دي خطأ مية في المية لي من عندي are وفعل في ان جي حقول لك بس are ما فيش agreement بينها هنا وبين هي لان هي بتاخد is فلازم اقول he is writing he is writing يبقى ازا لازم اخلي بالي من am is are plus verb ing بس لازم am is are يكون فيه توافق ما بينها وبين الفعال بتاعي مثال تاني لما ييجي وقول لي they are play وقول هل الجملة دي صح ولا غلط اكيد هقول له غلط لا يا مستر حقول له فيه are صحيح وار بيجي وراها verb plus ing طب هنا جايب لplay حقول له لازم تكون playing يبقى لازم اخلي بالي من التركيب am is are plus verb plus ing طبعا في هنا حاجات لازم الاحظها لما اجي احط ing بتاعته وانا اذا انتهى الفعل بi لازم اشيل للاي واحط ing like write becomes writing write becomes writing ابقى هنا اذا انتهى الفعل بi فاشيل للاي واحط ing طبعا اذا انتهى الفعل ذو المقطع الواحد بحرف second وقبل حرف متحرك second لازم اضاعه الحرف الساكن ده like swim swimming run running sit sitting طيب وانا قلت هنا يا جماعة لازم اخلي بالي ان ال ing ما اسمهاش ing يعني ما اظهرش ing sound لا انا بقول sitting writing and playing washing بالمنظر ده يبقى مفيش حاجة اسمها writing no it's writing شفت النقط اعمل ازاي ده طبعا بالنسبة للتكوين يبقى لازم اخلي بالي ان m is r b وراها ver plus ing بس لازم الاحظ هل m جاه صح ولا s جاه صح ولا r جاه صح طيب تعالى نشوف how to use the present content او ازاي استخدم المضارع المستمرة اللي باستخدم المضارع المستمر للتعبير عن شيء يحدث الان يعني حاجة بتحصل في الوقت الحالي او في الحاضر طيب يا مستر ايه اللي هيعرفني ان الحاجة دي بتحصل دلوقتي يقال لي حالي كلمات شكل now شكل look شكل listen شكل at the moment شكل at present لو شفت كلمات دي ودي بقول عليها كلمات ده اللي على طول بجيب m is r plus verb plus ing يعني لما يديني مثال ويقول لي he play plays is playing football now ويقول لي اختار هنا هابوس في الاخر هلاقي كلمة ناوي طالما لقيت كلمة ناوي على طول دي بتعرفني ان الشيء بيحدث الان يعني الزمن ده مضارع المستمر فعلى طول هروح لي is playing is playing another example مثال اخر when he says they watch watches are watching tv at the moment ويقول لي اختار هنا على طول هقول له are watching ليه هقول له في at the moment at the moment يعني دليل على ان الحاجة بتحصل دلوقتي فبالتالي لازم اختار m is r plus verb plus ing فهنا هختار are watching وهنا يبدأ يجيب لي اخطاء يعني يقول لي they play football now يعني هما بيلعبوا كرة القدم دلوقتي طبعا هنا ويقول لي صح الاخطاء اول ما اقول لي صح الاخطاء على طول الناس بتجري على play لانها شافت ناوي ويقول لي playing ويطلع طبعا يقول انا خلاص شفتها وعملتها صح انا بريمو يا عام ازاي اللي اول ما شفت ناوي على طول جبت verb plus ing طب هل هو ده المضارع المستمر هقول لك لا طبعا لان عشان اقول ان المضارع مستمر لازم يكون الفعل في ing قبله am is r فبالتالي لازم اقول they are playing طب لو قلت they playing بس ولا لها اي معنى ولا ده زمن اصلا ولا صيغة زمن فما تستعجل شي وتقول هحط ال verb plus ing فقط هقول لك لا لازم خلي بالي ان لازم يكون قبله am is r يبقى present continuous زمن المضارع المستمر بيعبر لي عن شيء يحدث الان او يحدث في الوقت الحاضر وحعرفه ازاي لو شفنا الكلمات اللي قولنا عليها تعالنا نشوف how to change distance into negative ازاي حول زمن المضارع المستمر للنفي شكل ما قولنا قبل كده اننا لما اجي am في اي جملة بحط نط وراء الفعل المساعد طب في هنا فاني مساعد حاول لك قال له am is and are فاذا لما اجي am في زمن المضارع المستمر لكل اللي انا هعمله هحط وراء am او is او are not وكده ايبقى نفيت الجملة يعني لو قلت لك i'm reading يعني انا اقرأ وقلت لك ان فيل الجملة دي هتقول لي i'm not reading i'm not reading ابقى انا كده نفيت الجملة وخلص لما اقول he is washing the car يعني هو بيخسر السيارة وقول لك ان فيل الجملة دي كل اللي انت هتعمله هتحط not وراء is فتبقى he isn't washing the car يعني هو ما بيخسلش السيارة لو انا قلت لك they are playing tennis يعني هما بيلعبوا تنس وقلت لك ان فيل الجملة دي اكيد هتقول لي they are playing tennis يعني هما ما بيلعبوش تنس يبقى اذا لما اجي am في اي جملة في زمن المضارع المستمر كل اللي انا بعمله بجيب am is or وحط وراهم نوت وابقى كده انا نفيت الجملة تعالى بقى على الجزء الرابع بتاعنا وهو how to make a question ازاي اعمل سؤال في زمن المضارع المستمر قال لي انا عارف ان انا عندي وعيني اتنين من السؤال سؤال بيبدأ بhelping verb فعلي مساعد وسؤال بيبدأ بquestion word يعني ادات استفهم طبعا اكيد في المضارع المستمر لو السؤال بدأ بhelping verb فعلي مساعد يبقى اكيد هيبدأ بam or is or or وهنا هيكون معناه هل وهجاوب عليه بyes ونو طب تركيب السؤال هيكون ازاي am is or plus the subject plus the verb ing and the وبعد كده التكملها for example على سبيل المسال هل انت بتاكل طبعا هنا انا باكل حول yes واطلع بدل بس انا واخد قبل كده انه are you بتتحول لا اي ام لاني you بتتحول لا اي واي ما بتاخدش اي بتاخد ام فعشان كده هقول yes i am طب اقدر انا ما باكل شي هقول no i am not no i am not يبقى ازا هنا لو جاوبت بno يبقى انا عندي مع الفعل المساعد دايما not another example مثال تاني when he says لما يقول لي is she riding a bike هل هي بتركب دراجة وانا عايز اجاوب على السؤال ده والله لو هي ركبت دراجة هقول yes she is yes she is طب لو هي مش ركبت دراجة هقول no she isn't no she isn't another example مثال تاني لو قلت are they eating هل هما بيأكلوه لو هما بيأكلوه هقول yes واطلع بدل yes they are طب لو هما بيأكلوه هش هقول no they aren't no they aren't يبقى ازا لو بدأنا بam وis وare هيكون السؤال معناه هل وهجاوب عليه بyes او no كذلك لو لقيت الاجابة بyes or no بيأس او no وانا عايز اعمل سؤال والسؤال ده مدرع مستمري بايزا هبدأ على طول بam or is or are for example على سبيل المثال when he says yes he is watching tv نعم هو بيشاهد التلفزيون طبعا الاجابة هنا بyes بأكيد السؤال بتاع عبادة بفعل مساعد هروح عليه is برافاليكو فحاطلع به واجب الفاعل مكانه فاويزا هقول is he watching tv is he watching tv another example مثال تاني لما يجي قولي no they aren't playing tennis no they aren't playing tennis طبعا الاجابة ابنه يعني حبدأ بالفعل مساعد له or واجيب they يبقى are they playing tennis are they playing tennis ويبقى كده انا كونت السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد another example مثال تاني ولازم اخلي بالي هنا من المثال ده when he says no i am watching tv no i am watching tv هنا المثال ده مهم جدا لان في حاجتين مهمين لازم اخلي بالي منهم اول حاجة ان الاجابة ابنه يعني السؤال حيددى بفعل مساعد وهنا ايام ايه وحطلحها am i مال هطلحها ايه هطلحها are you يبقى ازا اول حاجة لازم ايام في الاجابة تطلع are you في السؤال تاني حاجة لازم الاحظة ان هو ما جابش معناه not يعني ما جابش معناه جملة منفية ازا لازم اغير في الجملة عشان تدينا المعنى الصحيح للسؤال فاذا هقول are you washing the car are you washing the car يبقى انا هنا غيرت الفعل عشان لما يديني الاجابة يبقى الاجابة كده صحيحة انا جاوبت ابنه معها اجابة مثبتها مش اجابة منفية اخر حاجة طبعا هنتكلم عنها في present continuous زمن المدارع المستمر هو how to make a wh question ازاي اعمل السؤال بيبدأ بادات استفهام وهنا حلقة انيادات الاستفهام حيجي وراها am is are وبعد كده حيجي ال subject وبعد كده حيجي ال verb plus ing وبعد كده حتيجي التكملة بتاعة السؤال يعني انت بتعمل ايه طبعا لما اجي جاوب هنا are you بنزلها ايام واجيبي الحاجة اللي انا بعملها فيها img فحقول i am watching tv انا بشاهدي التلفزيون i'm eating انا بأكل i'm playing انا بلعب i'm running انا بجري يبقى ازا هنا لازم طالما مدارع مستمر السؤال الاجابة كمان مدارع مستمر طيب هي المشكلة مش هنا المشكلة هي ازاي اعمل سؤال اعتقد ان الموضوع بسيط جدا لما يجي يديني جملة شكل دي لما قولي احمد is watching tv at home يعني احمد بيشاهد تلفزيون في البيت طبعا هنا انا ممكن اعمل سؤال على at home at home دي ما لها اللي مكان وطالما مكاني يبقى انا حبدأ بادات الاستفاهام where where طيب انا حبدأ ب where اداة الاستفاهام شكل ما قولينا قبل كده في تكوين السؤال هيجي وراه فعل المساعد والفعل المساعد بتاعه هو is يبقى where is احمد لازم ابدل مع الفاعل watching tv where is احمد watching tv يعني اين يشاهد احمد التلفزيون اين يشاهد احمد التلفزيون هل ممكن اسأل عن الفعل اللي ايوة دايما الفعل يا حبيبي لما اسأل عنه باسأل عنه كلمة what بس بشيل الفعل في المدارع المستمر واحطوا مكانه كلمة doing ابقى ازا ممكن اقول what ادي اداة الاستفاهام is ادي الفاعل المساعد احمد ادي الفاعل doing at home what's احمد doing at home or what's احمد doing يعني ماذا يفعل احمد اذا لما اكون السؤال في المدارع المستمر ابدأ بادات الاستفاهام اجيب وراها am or is or are بعد كده السبجيك وبعد كده الverb plus ing thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله يلا في اعلى الجرس واشترك يلا في القناة عشان يوصلك كل الشرحات الخاصة بالمنهج ان شاء الله goodbye السلام عليكم